وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المتحاربين في الشرق الأوسط قال فيها إن مناسبة عيد الفطر المبارك وعيد الفصح المجيد يشوبها الحزن والألم بسبب الدم الذي يسيل فوق تراب المنطقة داعين المتصارعين لأن يتغلبوا على الكراهية حتى لا تحترق هذه الأرض وتصير دمارا وركاما بفعل لهيب الأسلحة الحارقة وتابع الحبر الأعظم في رسالته أشعر بالحزن بسبب الصراع في فلسطين وإسرائيل وأدعو لأن يتوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة ولتصل المساعدات إلى السكان الذين يتألمون بقسوة وليطلق صراح الرهائن المختطفين وختم الأبو الأقدس قائلا أنا متأكد أن في قلوب غالبية الناس رغبة كبيرة في السلام وأمام انتشار العنف أقول فكروا في الأطفال كما تفكرون في أبنائكم إنهم بحاجة إلى بيوت ومدارس وحدائق وليس إلى قبور وخنادر ترجمة نانسي قنقر شكرا